تلجأ العديد من الفنانات إلى عمليات التجميل من أجل تحسين صورتها أمام جمهورها وأمام الكاميرات ورغم كل التقدم العلمي إلا حدث في عمليات التجميل إلى أن بعض الفنانات رفضنا عمليات التجميل رغم عيوب ملامحهم الواضحة ومن أبرز هؤلاء الفنانات الفنانة سعاد حسني فكانت سعاد حسني بتعاني من عدة مشاكل في ألوج ونصحوها بعض المقربين بإجراء بعض عمليات التجميل فكان أنفي سعاد حسني بارز بشكل واضح بالإضافة أنها كانت بتعاني طيلة حياتها من أسنان غير منتظمة ولكنها كانت وثقة من جمالها الطبيعي ورغم كل ده حملت لقب السندريلا ولكنها أثبتت للجميع أن الجمال في جمال الروح قبل ما يكون في جمال الشكل وبالفعل كانت جديرة بلقب سندريلا الشاشة من شدة جاذبيتها وجمالها الداخلي الفنانة فات حمامة وكانت فات حمامة منذ سن الشباب وهي بتعاني من تساقط الشعر وده لأنها كانت بتستخدم مكوات الشعر بكسرة وعلشان تتغلب على مشكلة الشعر الخفيف كانت بتستخدم البروكة في جميع أعمالها وبعض الأصدقاء نصحوها بإجراء عملية تجميل لزرع الشعر ولكنها كانت دايما بترفض ومع ذلك لم تؤثر مشكلة تساقط الشعر على أعمالها وتألقت وأبدعت في جميع أدوارها وحملت لقب سيدة الشاشة العربية وكانت جديرة بالفعل بهذا اللقب الفنانة سمية جمال ورغم دحكتها الجميلة وجمالها اللافت للنظر إلى أنها كانت بتعاني من أسنان غير منتظمة ونصحها أحد المخرجين بإجراء بعض التعديلات البسيطة في أسنانها ولكنها رفضت رفضا مطلقا إجراء أي تعديل وكانت مقتنعة بجمالها وجاذبيتها ومع ذلك أحب بها أدون جوان رشدي أبازة وكانت حب عمره وكان زواجه منها زيجة العمر واستمر زواجهم 17 سنة وحملت لقب فراشة السينما المصرية من خفة حركتها على المسرح كما أنها كانت بتتمتع بالجاذبية والأنوسة الطاغية الفنانة الجميلة ليلى فوزي ورغم جمال ليلى فوزي الساحر إلى أنها كانت بتعاني من أنف بارزة ولكنها لم تؤثر في جمالها على الإطلاق فتم اختيار ليلى فوزي كأجمل نساء عصرها من قبل مجلة أمريكية بالإضافة على حصولها على لقب ملكة جمال مصر في عام 1940 ولقبت طيلة حياتها بلقب فرجينيا جميلة الجميلة وأطلق عليها اللقب ده بعد تجسدها دورفرجينيا في فيلم الناصر صلاح الدين وتعد بالفعل ليلى فوزي من أجمل فنانات السينما المصرية الفنانة الجميلة هندروستوم وكانت دايما هندروستوم بتعاني طيلة حياتها من جروح وندوب في منطقة الجبهة وكانت بتحرص على إخفاءها بمستحضرات التجميل وده لأنها تعرضت لحادث وهي طفلة ومع ذلك لم تلجأ أبدا إلى عمليات التجميل ولم تؤثر مشاكل وجهها في جمالها وكانت في فترة الخمسينات والستينات فتاة أحلام جميع الشباب وحملت لقب ملكة الإغراء ومارلين منروه الشر وده لأنها كانت بتتمتع بجمال ساحر وأنوسة طاغية وكانت محط إعجاب جميع الفنانين الفنانة الجميلة نجلاء فتحي ورغم جمالها إلى أنها كانت بتعاني من أسنان غير منتظمة وكانوا دايما المصورين بيلفتوا نظرها إنها تداري أسنانها ولكنها كانت شايفة من وجهة نظرها إن أسنانها أجمل شيء فيها وبتميزها ومع ذلك لم تلجأ إلى أي عملية تجميل طيلة حياتها وبرعت نجلاء فتحي في تجسيد الأدوار العاطفية وخاصة مع الفنان محمود ياسين والفنان حسين فاهمي وأطلق عليها الجمهور في فترة السبعينات بلقب أميرة الرومانسية وهي بالفعل فنانة جميلة ومن أجمل الوجوه المصرية الفنانة سوسان بدر وسوسان بدر لم تجري أي عملية تجميل طيلة حياتها رغم إنها بتتمتع بملامح بارزة وكانت في حاجة إلى عملية تجميل فبعد تقدمها في العمر ما فكرتش إنها تسبق شعرها أو تعمل عملية تجميل لشد الوجه وقالت إنها سعيدة بالتجاعد وعلمات الزمن وعمرها ما هتفكر إنها تعمل أي عملية تجميل في يوم من الأيام وقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية إنها سعيدة بملامحها وبشكلها وبالفعل سوسان بدر جميلة في جميع مراحل عمرها ومن شدة جمالها المصري الأصيل لقبها الجمهور بلقب نيفر تيتي السينما المصرية وبالفعل هي جديرة بهذا اللقب قال فنانة نيلي كريم ونيلي كريم بتحمل ملامح جميلة ووجه بريء فهي بتجمع بين الملامح الأوروبية والملامح الشرقية ورغم جمالها فهي بتعاني من أنف بارزة وقالت نيلي كريم في أحد اللقاءات التلفزيونية إن يوسف شهين لما شافها للمرة الأولى قال لها لازم تعملي عملية تجميل في مناخيرك فردت عليه وهي بتضحك وقالت له لما تعمل عملية أنت الأول وقالت نيلي كريم إنها عمرها ما هتعمل أي عملية تجميل لإن في فنانات كتير عملوا عمليات والعمليات فشلت وأكدت إن مفيش أجمل من الجمال الطبيعي قال فنانة غادة عادل ورغم إن غادة عادل بتتمتع بملامح جميلة وجذابة إلى إن البعض نصحوها بإجراء بعض التعديلات في منطقة الأنف ولكنها رفضت إجراء أي عملية جراحية ورفعت شعار لا لعمليات التجميل ودل إنها شايفة إن ممكن يتغير شكلها للأسوأ وقالت إنها حزينة على بعض الفنانات اللي أجروا عمليات تجميل وشكلهم تشوه إن لو بالفرد شكلها ساء بعد عمليات التجميل من المستحيل إنها تتقبل شكلها وقالت إن الجمهور أحب بها بجمالها الطبيعي وبالفعل الفنانة غادة عادل من أجمل الوجوه المصرية ولا تحتاج إلى أي عملية تجميل قال فنانة عيدة رياض وقالت عيدة رياض في أحد اللقاءات التلفزيونية إن أحد المخرجين نصحوا وقال لها إنها لازم تجري عملية تجميل في منطقة الأنف وقالت عيدة رياض إنها رفضت تماما إجراء أي عملية تجميل وعن سؤالها عن شبابها الدائم بالرغم من تقدمها في العمر قالت عيدة رياض إن أكلها دايما بيكون بسيط وخالي تماما من الدهون بالإضافة أنها حريصة باستمرار على ممارسة الرياضة إن لو جميع النساء عملوا كده هيفضلوا شباب طول العمر وأكدت أنها لا تدخن ولا تشرب أي كحل الفنانة ياسمين عبد العزيز وبعض أصدقائها نصحوها بإجراء عملية تجميل في الأنف ولكنها رفضت وأصرت إن جمالها بالفعل طبيعي ومش محتاجة أي تجميل وصرحت إنها مش هتجري أي عملية تجميل إلا في الضرورة القصوى وبالفعل ياسمين عبد العزيز بتتمتع بملامح جذابة وجمال طبيعي واعتقد الجمهور في الفترة الأخيرة إن ياسمين عبد العزيز أجرت بعض التعديلات التجميلية ولكنها نفت الكلام ده تماما وقالت إنها دائما حريصة على ممارسة الرياضة الفنانة دونيا سمير غانم ومنذ بداية ظهور الفنانة دونيا سمير غانم وهي بتعاني من مشكلة في الأنف وأكدوا لها الجميع إنها لو أجرت عملية تجميل شكلها هيكون أجمل ولكنها رفضت وأصرت على عدم إجراء أي عملية تجميل وبالفعل لم يؤثر الشكل على أداءها التمثيلي فأحبها الجمهور وأحب جميع أعمالها وبيعتبرها الجمهور من أجمل الفنانات في عصرنا الحالي وأكدت دونيا سمير غانم إن حتى لو تقدمت فيئة العمر مش هتجري أي عملية تجميل الفنانة إمي سمير غانم وإمي سمير غانم من أجمل فنانات الكوميديا في عصرنا الحالي وتميزت فيئة العديد من الأعمال الفنية ورغم حضورها وطلقائيتها نصحها بعض المقربين بإجراء تعديلات في الأنف ونصحوها بإجراء بعض التعديلات البسيطة في ألفام ولكنها رفضت وأصرت على موقفها بعدم اللجوء إلى عمليات التجميل وأكدت إن الجمال الداخلي بيكون أجمل بكتير من الجمال الخارجي وصرحت إن جمالها طبيعي ومش محتاجة إلى أي عمليات الفنانة أمينة خليل ورغم محبة الجمهور لأمينة خليل إلا أن أمينة خليل بتعاني من أنف بارزة وأكدت أمينة خليل في أحد اللقاءات التلفزيونية رفضها رفضا مطلقا لإجراء أي عملية تجميل في الأنف وإنها رادية ومقتنعة بجمالها الطبيعي واللي ربنا خلقها بي وصرحت إنها مش محتاجة إلى أي عملية لأنها بالفعل جميلة وأكدت إن في فنانين كتير محتاجين إلى عمليات وقالت إن عمر الشكل مكان مقياس في ألفا أهم شيء هو الموهبة الفنانة هند صبري وهند صبري بتتمتع بملامح جميلة وجزابة وأكدت هند صبري إن بعض المحيطين بها نصحوها بإجراء بعض التعديلات في الأسنان ولكنها صرحت إن دحكتها هي سر جمالها وإن من المستحيل إنها تجري أي عملية تجميل في الأسنان أو في الوجه وأكدت إن شكلها لم يتغير منذ الظهور لحد الآن ودل أنها لم تجري أي عملية تجميل وبتعتزب جمالها الطبيعي وأشارت إن العديد من الفنانات أجروا عمليات تجميل وتغير شكلهم للأسوأ وعلشان كده هي بتحاول دايما إنها تتجنب جميع العمليات الفنانة بسكال مشعلاني وبسكال مشعلاني من أجمل الفنانات اللبنانية ولكنها صرحت إن البعض نصحها بإجراء عملية تجميل في الأنف ولكنها رفضت وأكدت إنها سعيدة بجمالها الطبيعي وأشارت إنها مش محتاجة إلى أي عملية تجميل وأكدت بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنها بالفعل جميلة وإنها مش محتاجة إلى أي عملية تجميل وإنها لو أجرت أي عملية تجميل عمرها ما هتكون بجمالها الطبيعي وقال لها أحد المتابعين مفيش أحسن من الجمال الطبيعي الطبيعي يكسب الفنانة ضرة تونسية وصرحت ضرة تونسية أنها ضد تماما عمليات التجميل وأكدت أنها لا تحب القيام بأي عمليات تجميل خاصة في وجهها وده لأنها بتخاف من تغيير شكلها وكان أحد المتابعين وجه لها سؤال عن عمليات التجميل وسألها عن عملية تجميل أنفها فردت ضرة عليه وقالت له أنها لم تجري أي عملية تجميل على الإطلاق وبالفعل ملامح ضرة جميلة وجذابة ولا تحتاج إلى أي عملية تجميل الفنانة هبا ماجدي وهبا ماجدي من أكتر الفنانات المحبوبات على مستوى مصر والعالم العربي وده لأنها فنانة محترمة وبتحترم فنها ونفسها وصرحت هبا ماجدي أنها رفضة تماما إلى عمليات التجميل كما صرحت أنها لا تضع المكياج في حياتها الشخصية ولكنها بتضع المكياج أثناء التصوير وبالفعل الفنانة هبا ماجدي لا تحتاج إلى أي مكياج أو أي تجميل فهي فنانة جميلة من الداخل والخارج وقدرت بالفعل أنها تكسب قلوب الجماهير من شدة احترمها الفنانة من ناشلبي وصرحت من ناشلبي أنها لم تجري أي عملية تجميل منذ بداية الظهور وحتى الآن وده لأنها بتخاف أن يتغير شكلها وأكدت أنها من الصعب إجراء أي عملية تجميل في وجهها وده لأنها شافت نمازج تحولت بعد التجميل بشكل بشع وأكد لها أحد المتابعين أن كلامها كل صحيح وأن معظم الفنانات اللي أجروا عمليات تجميل ملامحهم اتشوهت الفنانة إيمان العاصي ورغم أن إيمان العاصي بتتمتع بملامح جميلة وجذابة إلى أنها تعاني من أسنان غير منتظمة ونصحها بعض أصدقائها بإجراء عملية تجميل في أسنانها ولكنها رفضت إجراء أي تعديلات أو عملية تجميل واتخذت قرار أن تتمسك بجمالها الطبيعي ولم تجري أي عملية تجميل في أسنانها حتى اليوم الفنانة الليبنانية نور وصرحت نور أنها ضد عمليات التجميل وأنها لم تجري أي عملية تجميل منذ ظهورها وحتى الآن بالرغم أن بعض المتابعين نصحوها أنها تجري عملية بسيطة وأكدوا لها أن ملامحها بدأت تتغير عن زمان وأنها بحاجة إلى بعض اللماسات الجمالية حتى تبرز جمالها وأكد البعض الآخر أن الفنانة نور بالفعل جميلة ولا تحتاج إلى أي عملية تجميل على الإطلاق الفنانة هيدي قرم وهيدي قرم بتتمتع بملامح جميلة وتكاد تكون أوروبية ورغم جمالها إلى أنها بتعاني من أنف بارزة وصرحت هيدي قرم في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها عمرها ما تفكر بإجراء أي عملية تجميل وأكدت أنها راضية عن شكلها وبكل ما تمتلك من جمال وصرحت بأنها مؤمنة بأن الجمال الطبيعي دائما يفرد نفسه الفنانة يسرى اللوزي وصرحت يسرى اللوزي أنها لم تجري أي عملية تجميل وسألها أحد المتابعين عن سبب تغيير شكلها في السنوات الأخيرة وقالت السبب في تغيير شكلها هو زيادة وزنها ودل إن وزنها زاد في السنوات الأخيرة نظرا لإنجابها للأطفال وأكد الفنانة يسرى اللوزي من أجمل الفنانات المصريات ولا تحتاج إلى أي تجميل وزي ما شفنا بعض الفنانات اللي رفضوا عمليات التجميل رغم احتياجهم إليها هنشوف بعض الفنانات اللي شوهتهم بالفعل عمليات التجميل وهنتعرف على المعاناة الشديدة اللي شفوها بسبب عمليات التجميل الفاشلة الصورة الأولى معانا للفنانة اللبنانية إليسا والتي قامت بالعديد من عمليات التجميل ومن بين هذه العمليات قامت بعملية لنفخ الشفاء حتى تغير شكل الفم ومن بعد إجراءها لهذه العملية حدث إعوجاجا ملحوظا جدا في شكل الفم وهذا الأمر عرضها إلى السخرية الشديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة ميسرة وقد كشفت الفنانة ميسرة تعرضها إلى خطأ طبي أثناء إجراءها عملية لنفخ الخدود وأوضحت في هذا اللقاء أن وجهها كان رفيعا جدا لذلك أقبلت على هذه العملية وأكدت أنها أصيبت بالتسمم في ألوج وظلت تتعالج من هذا التسمم لمدة عام كامل كما قامت بعمل عملية أخرى في الأنف وهذا لأن أنفها كان مرفوعا بعض الشيء وأكدت أن الدكتور قام بتشويه أنفها مما جعلها تقوم برفع دعوة قضائية عليه وذهبت إلى سويسرة حتى تقوم بإصلاح أنفها غادة إبراهيم وقد قامت الفنانة غادة إبراهيم بعمل عملية لنفخ الخدود وقامت أيضا بعمل عملية في ألفم وذلك من أجل نفخ الشفايف وامتلاءها وهذه العمليات جعلتها تبدو بملامح متغيرة تماما وهذا الأمر جعلها تتعرض إلى الانتقاد الشديد من الجمهور الفنانة اللبنانية نوالي الزغبي وعلى الرغم أن نوالي الزغبي كانت مثالا للجمال وكانت في بدايتها الفنية نموزجا للمرأة الجميلة ولكنها أرادت أن تضاعف هذا الجمال مما جعلها تقوم بإجراء عمليات تجميل في الشفاة وهذا من أجل تجبير الشفاة كما قامت أيضا باللجوء إلى حقن البوتوكس وهذا حتى تغفي علامات التقدم في العمر وهذه العمليات قامت بتغيير ملامحها بالكامل وجعلت وجهها يبدو مشوها الفنانة صفية العمري وتعد صفية العمري من جميلات السينما والتلفزيون فكانت تتمتع قديما بعيون جميلة وملامح مميزة وكان جمالها ظاهر جدا في مسلسل ليالي الحلمية فقامت بإجراء العديد من عمليات التجميل من أجل إخفاء علامات الزمن وهذه العمليات أدت إلى ضرر بالغ في أعضلات الوجه وتغيرت ملامحها بشكل سيء إضافة إلى أنها أصبحت تعاني من صعوبة في الحديث الفنانة نجو فؤاد وكانت الفنانة نجو فؤاد في بدايتها الفنية تتمتع بجمال هادئ وملامح جذابة ولكن بسبب التقدم في العمر قامت بإجراء العديد من عمليات التجميل وإجراءها لهذه العمليات جعل وجهها يبدو بملامح مختلفة وجعلت الفم يبدو مشوها الفنانة حرية فرغلي وقد قامت الفنانة حرية فرغلي بإجراء عملية تجميل في الأنف ولكنها لم تقوم بهذه العملية بإرادتها ولكنها اضطرت إلى عمل هذه العملية وهذا بسبب وقوعها من فوق الحصان مما أدى إلى قسر أنفها وقامت بعمل العديد من العمليات التجميل الفاشلة في أنفها مما أدى إلى تشوه بالغ في أنفها الفنانة وفاء سالم وقد بدت الفنانة وفاء سالم بملامح متغيرة تماما وكبيرة في العمر بعد أن قامت بإجراء عملية تجميل فاشلة وذهبت إلى طبيب آخر حتى يقوم بإصلاح التشوه الذي حدث في وجهها وأشارت أن هذا الطبيب جعلها تبدو جميلة كما كانت الفنانة السورية مهالمصري والتي قد اعترفت بندمها الشديد عندما قامت بإجراء عملية التجميل الفاشلة التي جعلتها تبدو بملامح متغيرة تماما وهذه العمليات جعلت وجهها وفمها متشوها تماما وإلى الآن ما زالت تخضع للعلاج حتى تصلح ما أصابها الفنانة نيكول سابة وقامت نيكول سابة بالعديد من عمليات التجميل كما أنها قامت بعملية تجميل في الأنف وقامت أيضا بتغيير كبير في شكل الفم مما جعلها تبدو بملامح مختلفة تماما الفنانة لبلبة وقد صرحت الفنانة لبلبة أنها قامت بعملية تجميل في الأنف بالإضافة إلى عمليات شد الوجهة الكثيرة التي قامت بها كما قامت بالتغيير الملحوظ في شكل الفم مما جعلها تبدو بملامح مختلفة وهذا الأمر جعلها تتعرض إلى الانتقاد الشديد من الجمهور الإعلامية ريهام سعيد وقد نشرت ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك صورتان يعبران عن شكلها قبل وبعد عمليات التجميل حيث قامت بإجراء عملية تجميل من أجل شد الوجه وقد أدت هذه العملية إلى تشويه كبير في وجهها مما جعلها تقوم بصورة كبيرة ضد الدكتور نادر صعب والذي أجرى هذه العملية الفاشلة التي أدت إلى اختلاف ملامحها تماما وأكدت أنها كانت تتمتع بقدر كبير جدا من الجمال قبل أن تأتي إليه كما أكدت أنها سوف تقوم برفع دعوة قضائية ضده كما رد الدكتور نادر صعب على ريهام سعيد وقال أن العملية التي قام بعملها لها فهي عملية ناجحة وكانت نتائج هذه العملية مبهرة لأنها كانت تعاني من طره الشديد في الوجه عندما أتت إليه وأكد أنه سوف يقوم برفع دعوة قضائية ضدها وهذا لأنها قامت بالتشهير به على وسائل الإعلام وأكيد من سنة الحياة أن الإنسان لازم يكبر ومش عيب أبدا أن الإنسان يتقدم في العمر وما لم تتغير ولازم الإنسان يرضى بقضاء الله في جميع الأحوال والجمال عمره مكان في جمال الشكل الخارجي لأن دائما الجوهر بيكون هو الأهم والجمال دائما بيكون في جمال الطبع والأخلاق ولكن جمال الشكل لابد أنه يزول في يوم من الأيام وأكيد ما فيش أجمل من خلقة ربنا لأن ربنا دائما بيخلق الإنسان في أجمل صورة وللأسف الناس مش بتتعز لما بيشوفوا غيرهم وهم بيتشوهوا ويوميا بيحصل مشاكل كتير بسبب عمليات التجميل ومن المفروض أنهم يبتعدوا تماما عن هذه العمليات اللي بتدمر شكلهم لأن بعد كده الندم مش هينفعهم مع خالص الأمنيات القلبية للجميع بكل السعادة وكل التوفيق وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا شكرا